السلام عليكم ورحمة الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عاهدتمونا دائما نحرص على تقديم مدى علمية مفيدة قد تخالف المعهود وتخالف أحيانا المفهوم ولكن نحرص دائما أن نوافق المنقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفق انتشار في الأون الأخير وحد الخبر يتكلم عن الصيحة ويقولون أن الصيحة ستكون يوم الجمعة وإذا وافق يوم الجمعة نس من شعبان فسوف تسمعون كذا وكذا فنتكلم عن الصيحة ما هي الصيحة وهل ذكر الله عز وجل في القرآن هذا ما سوف نفصله بإن الله تعالى الصيحة هو واحد صوت عظيم مهلك مرجف يعني ينزل من السماء بأمر الله عز وجل بطبيعة الحال وذكره ربنا عز وجل في كتاب الله قال الله تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فأربع طرق تبتت في كتاب الله عز وجل بها ينتقم من الظالمين وقبل هذا يجب علينا أن نعلم أن هناك سياق وسباق ولحاق قبل أن نتكلم عن يوم الجمعة ونتكلم عن هذا الأمر الصيحة إذن لقلنا الصيحة سنقول النفخة التي أخبرنا بها نفخة إسرافيل في الصور ولكن نحترم السياق والسباق واللحاق الفقه لغتان هو الفهم والفهم هو تعلم الإحكام الشرعية التي يستنبطها للعلماء من خلال نصوص شرعية صحيحة وكما تعلمون الحديث الصحيح هو ما كان ما اتصل سانده لنقل العدل الضابط عن مثله من غير شدود ولا إلا لكن أمور كثيرة يجب علينا أن نتفهم فيها مسألة العلامات هناك علامات صغرى ثم هناك علامات كبرى ثم بعد ذلك نتكلم على ما يقع الآن لأنك ستأخذ هذا الحديث وتنسبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تقول الصيحة اللي هي النفخة هذا شيء آخر فأنت أقصيت مجموعة من العلامات قال أن بصلاح السلم وكي نفخ صحيح أولا اختلف العلماء في ترتيب العلامات لعدم تبوت حديث يدل على الترتيب وهذا شيء اللي كنسمعوه مأخوذون عن طريق الاستنباط يعني يستنبطون من الأحاديث ولكن ناس ولا العموم ناس ولا العلماء يعني يتابعون ما ذهب إليه الجمهور ليس هناك إجماع في الأمر ولكن كين قول دي الجماهير فنتكلموا بإذن الله تعالى العلامات أو الحاجة كين علامات صغرى وكما كنعرفوا جميعا العلامات الصغرى كين شي حاجة بنت وكين شي علامات لي بقى ما بانش نعطيه مثال بحل ده باكين شي علامات لي بقى ما بانش كي يقول لدن بي صلى الله عليه وسلم زملا تقوم الساعاته حتى تعود جزيرة العربي جناتا وأنهار يعني جزيرة العربية وخكين علامات توحي بأن ناره ممكن تولي جنات وأنهار باعتبار أن التلوج نزلت في أمكينة فبالتالي كي لملتحت فعلى أن باش يولي الربيع ويولي مثلا تولي جنات والأنهار فهذا وارد جدا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلموا لا ينطقوا عني الهواء ثم انتفاخ الأهل الله انتفاخ الأهل الله هو عند بزوغ القمر من كي يخرج القمر يبدو عند ظهوره يعني كبيرا شيئا حتى يقال بأنهار عنده تلتية عنده يومين لتلتية هذه علامة ثم جبلوا من ذهب في الفرات يعني تقاتلوا للناس جبلوا من ذهب توافي نصص كثيرة متواترة يقال حتى من غدي تقاتلوا عليه في كل مئة واحد لإخراج هذه الكنوز المخبوعة في الأرض يعني كين أمور كتيرة هذو العلامات الصغرى ثم بعد العلامات الصغرى كين علامة غدي تكون فيصل ما بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى يقول العلماء هي ظهور المهدي وأنتم تعلمون أن ظهور المهدي والمسيح الدجال وسيدنا عيسى بن مريم يكون هنا في زمن واحد أباش نحن تكون في السياق وهذا الظهور ديال المهدي يعني كيكون بداية نهاية كما يقول العلامة بداية نهاية يعني بمجرد خروج المهدي فتتتابع وتتتايع العلامات الكبرى فالظهور دياله يكون في زمانه يعني عند كين واحد الخاصية واحد المسألة أن الزمن اللي غد يخرج فيه المهدي غد يكون واحد زمن فيه الظلم وفيه القتل وفيه التأسف وفيه التكبر وفيه من الشر ما شاء الله سبحانه وتعالى منيجبنا هاتش كي قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن المهدي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما هذا واضح وده بمي ممكنش ده بكل الخير كين الرحمة كين تسير كين الرجوع إلى الله كين انفاق في سبيل الله كين التوبة كين الأوبة ما ظل الله عز وجل يكرمنا بابتلاءات هي في ظاهرها قد يورى شر ولكن الله تعالى كيردنا إليها ردا جميلا دون أن نحس ويقول الرسول الله عجلت لمن يساق إلى الجنة بالسلاسل كينش يحدين الله تعالى كيد دوم الجنة بالزز إلا بغينا نفهم نحطوا الحديث دي السيد نارسة السلام في سياقه فهذه كلها هذه علامات كتكون قبل قبل العلامات الكبرى فالشاد هنا تكلموا عن الحديث اللي يجبدوا هذه الناس وحقيقة يدل على شيء يدل على أن هناك سوء فهم وسوء استنباط تقول الحديث يا إخوان تكون هدة في شهر رمضان توقض نائم وتفزع اليقضان ثم تظهر عصابة في شوال ثم معمعة في دي الحجة ثم تنتهك المحارم في محرم ثم يكون موت في سفر يعني تكون هدة توقض النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خضورهن في ليلة الجمعة هنا في سياقه يسألوا سيدنا رسالسلم من مخرج يقول سيدنا رسالسلم فادخلوا بيوتكم أغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإن أحسستم بالصيحة فخروا لله سجد وقولوا سبحان الله القدوس سبحان الله القدوس فإنه من فعل ذلك نجاء ولم يفعل هلك هنا نهضروا على الحديث هنا كين رحل مسألة عندي أقوال العلماء هذا الحديث يا إخوان حكم عليه الأئمة والعلماء والمفسرون بالضحف الشديد والوضع بأنه موضوع نهضروا فيه بزاف ذي العلماء قال في ابن الجوزي موضوع ابن القيم تكلم عليه قال لا يصح في التواريخ المستقبلية دوء علي الحاكم والدهبي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا هذا كلهم تكلموا على الحديث بأنه حديث الموضوع فإذا لا يستح الاستناد عليه ولا يصح هذا الحديث فمجرد أنك تتخرج الناس وتهمون بأنك كذا وكذا هناك أمور أخرى وهنا يجي التساؤل ما يرقي المضاف أشغل نستفد لنفرد أن هذه كانت علامة من علامة الساعة ما المقصود أشغل ما المطلوب مني المطلوب مني إزاء هذه الأحداث هو السؤال اللي قال واحد الصحابي اللي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند واحد لما سأله متى الساعة وقال له ماذا أعددت لها فهذا هو السؤال ماذا أعددنا ليوم القيامة حقيقة هناك جانب تعبدي بدءا بالقرآن العظيم مرورا بالصيام انتهاءا بالقيامة ما محلونا من الإعراب في نصنا مع الله تعالى في العبادات ثم مسألة الأخرى مع الناس علاقتنا مع الناس كذي الحال مع الولدين كذي شكرا